السلام عليكم حوات الله تعالى وبركاته عدنا من جديد بحلقة جديدة إن شاء الله وقدم لكم خصوصاً الطرف أشياء تفهم عبدو قناة مخصصة في كل ما تعلق بالتقنية الذكر الاصطناعي الربح عبر الأنترنيت الكريبتو إلى آخر من المجالات ولا تنسوا اشترك كذلك في القناة وقناة هيتشوت عبدو قناة نقوم فيها بنشركم وما تعلق بالجيمينج الناس التي مهتمة بالألعاب يعني سوف تجدون فيها كل يعني ظل تكون نقول يعني كل ما يتعلق بالألعاب الجيمز، الألعاب الرعب وليك أوفليشنز كل أشياء سوف تجدون في هذه القناة لا تنسوا اشترك لدعمنا اشترك بطبيعة الحال اختياري فلنبدأ على بركة الله مع برنامج اليوم فالبرنامج اسمه هارد ديسك دريف سكان هذا البرنامج ضروري يكون لديك في الجهاز لأنه قد ينقذ حياتك يوما ما كيف؟ هذا ما سوف نراه أول شيء كيف تقوم بتحميل البرنامج؟ لتحميل البرنامج نذهب إلى كوجل نكتب هارد ديسك دريف سكان دولوت أول موقع نضغط عليه ثم يظهر لنا هذا البطن دولوت فيرجن 4.1 وهو آخر واحد تضغط عليه ثم تحمله يعني مباشرة تضغط عليه تحمله ثم عندما تحمله يطلع لك هذا الوينغغ فتضغط على هذا البرنامج هو بورتابل يعني لن تحتاج إلى الإستاليشن فقط تضغط عليه ثم يفتح لك هذا البرنامج أوكي فأول شيء هنا يظهر لك خيارين هنا مثلا الهارد ديسك دريف أو الاس اس دي الأول للجهاز وهنا الاختيار الثاني الهارد ديسك دريف أو الاس اس دي للجهاز لكي نشرح لكم مثلا لديك مثلا هارد ديسك دريف مثلا أولي أو ديسك سي نسمي نحن ديسك سي في مئة وعشرون جيجا فهذا نختاره يضطيك كافة معلوماتي وهنا الثاني وهو الهارد ديسك دريف الثاني إذا كان لديك إذا لم يكن لديك تظهر فقط لديك خيار أول أو خيار واحد نحن مهتمين الآن بالهارد ديسك دريف نريد فحص أو استرجاع معلومات الهارد ديسك دريف إذا كان فيه مشكل نضغط على السمارت ثم ننتظر قليلا فهنا أعطنا مجموعة من المعلومات الخاصة بالهارد ديسك دريف هنا يجب عليكم الاعتباء على هذا اللون لأن هذا اللون هو المهم إذا كان لديكم لون أخضر فإن معلومات الهارد ديسك دريف يعني ليست معلومات وإنما فقط يعني الفحص يعني إيجابي لا توجد أي مشاكل حتى إن وجدتك أي مشكلتين فهذا لسا يعني لن يؤدي الهارد ديسك دريف يعني لن يكون لديك أي مشكل إذا قمت ب استخدام في حاسوبك إذا كان لديك يعني هنا أصفر إذا كان لون أصفر فيجب عليك فحص الجهاز ضروري أو فحص الهارد ديسك دريف التي لديك إذا كان أحمر فيجب عليك نزعو في الحال يعني هناك مشكل هارد ديسك دريف مشكل في وسط الهارد ديسك دريف يعني يمكن إصلاحه يمكن تصلحه يعني المهم ألا يكون أحمر إذا لديك هنا أخضر فلا تخف أوكي هنا مجموعة من الاتريبيت نيمز يعني مجموعة من الأشياء للفحص مثلا أعطيكم مثل هنا لديك سبين أب تايم سبين أب تايم يعني هذا القرص السرعة التي يدور فيها هناك هنا لديك فاليو مئة وثلاثة سبعون وورست مئة وسبعون يعني إذا كان لديك مئة وسبعون فأقل من هذه الفاليو فهناك مشكل في هذا القرص يجب عليك أن تصلحه هنا مثلا بور أون أورز كاونت يعني تقريبا الساعات التي سخدمت في هذا الهردسك دريف التمبراتشر يعني الحرارة هنا يعني مجموعة من الفاليو يمكنك تذهب إلى جوجل تعمل كوبي لهذا مثلا ثم ترى الشرح لأن هناك شرحات كثيرة في جوجل حول كل أتريبيوت لهذا الهردسك دريف هنا لدينا أرر الترى دي ام اي سي ار سي ار سي ار سي ار أوكي لدي هذا الأرر أريد أن أعرف مثلا الحلة أو ما ما هو ذلالة هذا الأرر نذهب نعمل كوبي ثم نذهب إلى جوجل ثم ننقر على أوكي فهنا لدي مشكل في الكمنيكيشن دي سكريبنسي بتوين دي هاردسك دريف مادر بورد اند هاردسك دريف لكي نشرح لكم هذا هذا الكابل هذا الكابل الذي تصل لما بين الهاردسك دريف و المادر بورد هذا ربما يكون فيه مشكل قلت ربما سطلوا على ربما لأن هناك كما قلت مجموعة من الأشياء التي يعني هذا الأررر هنا كومنيكيشن يعني ربما مشكل في هذا الكابل ثانيا مشكل في الهاردسك دريف بحت ذاته ثالثا مشكل في البورد أو مشكل في المادر بورد بحت ذاتها يعني المادر بورد ربما فيها مشكل لكن إذا جربت هاردسك دريف آخر و اشتغل فاعلم أن الهاردسك دريف الذي لديك فيه مشكل واجب لك أن تستبدله لذي فقط كانت خلاصة لأررر يمكنكم مثلا كما قلت الذهاب مثلا إلى الذهاب إلى كل أررر ثم ترون شرح عادي انتهينا من هذا الشيء نذهب مثلا إلى الاس اس دي الذي استخدمه نعمل سمارت ثم ننتظر قليلا وهنا سوف ترون معه هنا بأنه أعطاني كافة الاتريبيوت وأن الاس اس دي الذي لدي لا يعاني من أي مشكل والحمد لله خصوص الناس الذين يعملون للمونتاج سوف يكون مصرون إذا وجد هذين وعلم الخضراء ومن هذا المنبر أنصحكم بشراء الاس اس دي لمن لا يعرف الاس اس دي فهذا هو الاس اس دي هناك نوعا بطبيعة حال هناك هذا النوع إذا لم يقبله جهازك أو المدربورد تشتري هذا النوع أوكي هذا هو الاس اس دي هذا هو الاس اس دي نعم أي ماركة يعني تفلح يعني سواء كانت كروشل أو كانت مثلا يعني ماركة الأخرى أو كينكستون لديك كينكستون لديك كروشل الصح بكينكستون فهي الأفضل فقبل أن نختم هناك خيارين لا أتطرق إليهم يمكنكم يعني تجربة هذه الاختيارات لأنه كنت عملت لها يعني تستنج هنا تست تعمل تست للس اس دي والا الهارت اس كثير لكن توز هذه مهمة كذلك هذه تعمل مثل تشك بيرفورمس بطنشل بروبلمس مثلا للهارت اس كدريف وكي سوف يعمل لنا هنا فحص لكن سوف يتعطل كمثلا مع الستاتيو ترتفع عشرون في المئة ثلاثون إلى آخرين سوف نعمل سوف نعمل هنا فحص سوف نعمل هنا فحص للهارت اس كدريف هنا Extended full drive check call take hours هذه سوف تعمل فحص كله للهارت اس كدريف لكن سوف يتعطل هذا short هذا سريع جدا هذا check for transportation problem يشبه عليك عمل كل هذه الخيارات لكي ترى إذا كان لديك مشكل إضافي في الهارت اس كدريف وكي وليس فننتظر حتى يعمل فحص جزئي لكي نرى إذا كان هناك مشكل أوكي فكما ترون معي هنا التست قد انتهى أوكي finished هذا هو التست show details self test execution status completed without error or never started فالتست انتهى بدون أي مشكل ذلك المشكل سوف تظهر لك علامة هنا بأن هناك مشكل في الهارت اس كدريف واجب عليك حل هذا المشكل أوكي فهذه كانت حلقة اليوم هذا برنامج صغير لأن تقريبا لا يتجاوز 5 ميجا بايت 7 ميجا بايت يعني ليست بساحة كبيرة فقط برنامج portable تضغط عليه ثم تفتح البرنامج وشكرا لمشاهدة وأستسمح على الإطالة إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد ولكم مفاجأة كثيرة وكبيرة إن شاء الله في القناة بمناسبة ازدياد المشتركين وهدفنا الوصول إلى ألف مشترك ونتمنى أن نحقق في أسرع وقت إلى اللقاء see you later